مساء الخير و أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة في أوقات كتيرة جداً و أنا مشجع كورة في الأول والآخر بقعد أشجع و مشجعش أنا و أحطت رجل على رجل بقى بقى مفعل وبتنطط وبسأل وبقول ليه مش ده و ليه التغيير ده و ليه يعني زي كل مشجعين الكورة الحقيقة و في أوقات كتيرة جداً بتبقى الأسئلة منطقية عشان كده قررت أنه في الحوار ده هحط أسئلة المشجعين خصوصاً أنه لما بيحصل تراجع في الأداء نوعاً ما بيبقى فيه كتير من الأسئلة والاستفسارات اللي بدور في دماغ جماهير النادي الأهلي طبعاً احنا بنتكلم على الماكينات الأهلوية حاجة كيزاً الماكينات الألمانية عارفين حضراتكم المكان اللي ما بتفصلش يعني بتطلع من مباراة إيه لا تخصش المباراة أتقل بتروح من بطولة دوري أبطال عشان تسافر على بطولة كاس العالم تلاعب أبطال العالم كلهم ومطلوب يكسبوا برضو يعني مطلوب أنه يكسب بالدحيل ومطلوب أنه يكسب البايرن ومطلوب أنه يكسب بالمراس ولما يسافر ويرجع تاني تقول له خص بقى طولة أفريقيا يكسر الدني كان الله في عون اللعيبة خدوا بالحضراتكم ده ترجمة لمجهود شاق وعنيف على مدار موسمين متتاليين مطلوب من نادي الأهلي أنه يكسب كل مباراة ومطلوب من نادي الأهلي أنه يكسب كل بطولة عشان كده بنقول دايما لما يحصل تراجع إلى حد ما في مستوى الأداء هو بالمناسبة تراجع غير مؤثر على الإطلاق يعني مش تراجع أدى إلى خسارة مباراة أو أدى إلى خسارة ثلاث نقط لا أنت ما زلت لغاية اللحظة محافظ على فرصك في تصدر البطولة لكن دمامنا عشانه في أسئلة أسئلة مرتبطة بمشوار الأهلي اللي جاي لأنه بالتأكيد زي ما قلنا واتفقنا أنه مشوار طويل وصعب ومع أسئلتي في انتظار أسئلة حضراتكم اللي هتوجهوها النجم حلقتنا النهاردة في السادسة على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام كابتن عمر الحديد ضفنا فيه السادسة النهاردة مساء خير كابتن عمر مساء خير أبو حميد ربنا نخليك أهلا بك أهلا بحضرتك ربنا يا كريم يعني إحنا الحقيقة يمكن عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت اللي جاي مع فيتا كلاب وجماهير النادي الأهلي وخصوصا طبعا أنه الأهلي يمكن تعرض لخسارة من فرقة سيمبا في ملعبها قدت إلى عدم تصدره المجموعة فبالتالي إحنا شايفين المباراة دي مهمة جدا لكن قبل ما أتكلم فيها يهميني أتكلم معك على أدايا الأهلي في الفترة الأخيرة إزاي بتقيمه إزاي بتشوفه وإزاي بتشوف لو كان فيه مكاسب من المطشين الأخيرين سيمبا وطلاع الجيش وأهم الحاجات المفترض من وجهة نظرك أنها تتعدل أو تتصحح إنجاز التعبير بص يا بحمد يتمالي الناس كلها بتتفرج على النادي الأهلي من زاوية تانية مختلفة عن التلفزيون اللي احنا بتتفرج عليه النادي الأهلي هو بيكسب الناس كلها مستخبية وبتتفرج النادي الأهلي يا جماعة ده المكنة الألمانية المكنة الأهلوية شغلة على طول حتى المكن بيفصل يا كابتا بالزبط كده أول ما بيحصل أي حاجة النقد والتعليق والضغاء والأحقاد النادي الأهلي ليه وإزاي والمدرب مش كويس واللعيبة النادي الأهلي رجع من بطولة عالم عرض نفسه على الناس كلها قال أنا هو موجود بأسلوبي بطريقة لعبي يعني احنا هنقول لو في حظ شوية في مباراة البيار ولو في درون أو في خسارة ضربات جزاء كنت هتقول أنا عملت كل حاجة كبرنا وضخمنا حاجة الدحيل وده كبرنا بالمراس ووصلنا في الآخر لأن احنا البرونزية بتاعت كسر عالم الأندية دلوقتي كل الفرق ببص النادي الأهلي النادي الأهلي العالمي مش بيبص النادي الأهلي المصر أنت بتكلم على كل الفرق جوه مصر وبره مصر بره مصر جوه مصر وفي أفريقيا في كل حتة أنا دلوقتي عايز ألعب النادي ده طب هلعبه ازاي؟ بص تصراحات المدير الفن بتاع كل الفرق بيقولك أنا بأمل ما كنتش بحلة من أن أكسب النادي الأهلي حصل موقف زي دوت ممكن يكون مصر مسلماني يعني التشكيل مكان الشع اللي بيدور في أذهان الناس الأسلوب مش كل مرة أنا النادي الأهلي فيه أماكن معينة محدش بيتناقش فيها خلاص وانت تلاقي العبدة موجود لكل واحد لكل نبض ماشي في الشارع هيقولك الشناوي هيقولك محمد هاني هيقولك علي معلول هيقولك بدر بنون هيقولك أيمن أشرف هيقولك حمدي فتحي هيقولك عمر السليق خلاص مش هيقولك ديانج لا هو ممكن عشان كل الناس اتوقعت ان ديانج الفترة الأخيرة دي كلها لقبل كاسة عاملة عندها كان هو ديفندر الساحة كلها حقيقي ما فيهش كلام بس أقولك على حاجة مش بأ أنا بحبه من أول يوم اتكلمت عنه أولا ما جناد الأهلي إنه من أحسن ديفندرات جات في مصر حمدي فتحي يا جماعة أنا عندي مشكلة عندي ضعف دماغي لو أنا مدير فني لو همسي كان مكانه الصبور وهشرح عندي ثلاثة أحسن من بعض ديانج والسولية وحمدي فتحي طب وده فيه ناس خرجت عراض وفيه ناس مصابة وفيه أكرم أحرج الناس كلها في خمسة وسبعين دي في ماتش بالمراس كان فوق الهاي الرغم بعد الفترة الطويلة دي كلها إنه ما شاركش أنت محتاج النقطة أو المعادلة التهديف التهديف مرة واثنين عشان كل النبض ده يهدى ويبقى أمر طبيعي هتدي معاك بالسؤال اللي سألته في أول حلقة اللي قلت إنه لو مستر موسيميني لا أجابة عليه تتغير شكل المرحلة اللي جاي كلها تمام ليه يعني في ماتش أنا أخد على سبيل المسال ماتش الطلايع ويمكن قبل توقف مشوار الدولي الأهلي حصل في أكتر من سيناريو مباراة قبل كده إنه الأهلي بيستنى لغاية آخر المباراة عشان شخصية الفريق وروح البطل تظهر بيحصل إنه الموقف أو السيناريو بتاع الماتش بيبقى متعقد شويتين فيبتدي لعابة الأهلي ينجوموا يتحركوا وتحس إنهما بيلعبوا مباراة على نهاية بطولة ده حصل في ماتش الطلايع مثلا على سبيل المسال ليه ده ما بيبتديش أو ده ما بيكونش شكل الأهلي من بداية المباراة لكابتن عمر هقول لك على حاجة ممكن النادي الأهلي بشخصية لعبته إن أنا يعني مش هقول جس نبض النادي الأهلي مش بيجس نبض الفرق اللي قدامه ممكن أقول إن بسيوني خد دفنسو وحط مفاتيحه أو حط أداه الأداة بتاعته لتحكم في مفاتيح النادي الأهلي اللي بتحل النادي الأهلي ما بيكشر عن أنيابه الربع ساعة اللي احنا شفناها أحرق كل الناس كهرباء راح مرة واثنين أجايراء مرة واثنين أولتر بوالي راح مرتين يعني نقدر أروح هي الفكرة في حاجة واحدة الانسجام في الحتة الأخيرة احنا شفناها في عشر دقائق طب والسبعين دقيقة احنا عايزين إننا النادي الأهلي المئة وعشرين أو التسعين نشوف أداء بنتيجة باستحواز باللغة الكارو اللي في الشرع بنصب السرك في الأداء أي فرقة بتلعب قدام النادي الأهلي في الوقت دوت النادي الأهلي بص التحدي في الهدف التاني بص الإصرار بص الروح هي الروح الروح أنا مش بكلم على الأهداف على فكرة لا الروح أنا بقول إن الجمهور النادي الأهلي في أوقات كثيرة يعني فيه مطشط كثير من النادي الأهلي خسرها لكن أداء فيها خلاني أقوم يعني أنا أقول لها حاجة مطش مثلا على سبيل المثال مطشط دي كثير على سبيل المثال مطش الأهلي والصفاقس في نهاية أفريقيا اللي الأهلي يفاز فيه أو تعادل فيه في تونس من جولة بوتريكا في الديعة حاجة وتسعين المطش ده قبل جولة بوتريكا على طول أنا كنت واقف بسقف لعاية النادي الأهلي إنه حاسس إنه اللعيبة في المعلى بطولة راح يعني ما كانش لسه جولة بوتريكا جيه البطولة كانت خلاص تقريبا بالنسبالي صعب جدا ظروف المطش ومستوى الصفاقسي والجماعير في المدرجات ومطشات مطش نهائي بره بره أرضك فحسنت إنه بعيدة شوي بس كنت واقف للاعيبة لأنه حاسس إنه اللعيبة عملت اللي عليها وزيادة الجمهور الأهلي ما بيديش من الخسارة يتدايق منه يحس إنه الأداء مش على المستوى المطلوب أو إنه اللعيبة خسارة بتنفيذ أداء وتنفيذ واستحواس نحن نتكلم والأهلي كذبان بالضبط بكلماك دوقتي والأهلي كذبان أخر مطش مع الطلاعية بنتيجة اثنين واحد مش منتكلم فخسارة مباراة لكن هي الفكرة إنه الجمهور ممكن يبقى شوي عايز الأداء أحسن من كده ما أنا مش هفضل طول عمري بكسب 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 على طول المكان زي ما حضر لك ستبتقول بتفصل صحيح إحنا دلالتي بنقول الناد الأهلي راجع من بطولة معينة كل الناس رسمتها بأسلوب وهو رسم طبيعة شخصيته بأسلوب تاني خالص وخرج بإرضاء جماعي جماعي الجماهير اللي موجودة في كتر أو بقبل اللي في مصر بالتتويج للبرونزية كويس قوي وهو راجع هو ده مش يعني قوة لعيبة الناد الأهلي دي كلها مسافة الرحة قد إيه مسافة الرحمة بين المطش لعب أربع مطشاط مع أربع أبطال في 11 يوم يعني يعني دحيل بطل بايرن بطل فالميراس بطل مريخ بطل ووراهم سيمبا بطل خمس مطشاط خمس مطشاط في 11 يوم أبطال كويس قوي 11 يوم دولا أو لا بمطش سيمبا بتتكلم في حوالي 15 أسبوعين 20 يوم فترة الراحة بتاعة لعيبة الناد الأهلي والاستشفى بعد كل مباراة اليوم اللي قبل المباراة بيبقى حاجات خفيفة واليوم اللي بعد المباراة بيبقى فك بسيط عشان أبتدي أصحح أخطائي في اليوم التاني طيب هتلاقي فترة الراحة هي يوم اللي هو نفس يوم المباراة لتاني يوم فترة الراحة سلبية كاملة إحنا ما شفناش ده بأنه كتير ضغط 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 لو غيرت في الجدول اليه هليلعب بكرا بعد يومين جاي من أفريقيا بتطلع علم الأندية طب نديله كاس مصر كل دوت اللعيبة دي إيه واللعيبة اللي موجودة سبب تشكيل أنت مش بتغير بالأربعة وبالخمس ست سبع لعيبة في 11 لاعب لا سبب تشكيل اللي بيبعدك أو بيبعد لاعب عن البصد الأخدر إصابة أو إنذار يعني أنت دلوقتي هتتكلم في الفترة اللي جاية أن حمدي هيبقى موجود في أفريقيا بس مش هيبقى موجود في ماتش الإسماعيل من إنذار التالت طب هي دي بعدت حمدي عشان سبب إنذار تالت بعد قولت سلمان إصابة في حاجات كده أنت بتبقى وأنا بتفرج في ماتش التلاقع بتقول ربنا يسر على أيمن أشرف أيمن بالذات طب خليني أعفم شوية مع التشكيل ومع ومع الخطة اللي بيلعب بيها مس المسلماني إنه دي في حد ذاتها كجمهور بقى مش كموزية كجمهور أنا عندي لك فيها أكتر من سؤال بس خليني أروح لفاصل طب نرجع نكمل كلامنا مع نجم حلقتنا النهاردة كابتن عمر الحديدي أهلا بحضراتكم مرة تانية نتكلم بقى على اللي جاي زي ما قلتلكم كده والكلام اللي جاي ده شوية هندردش أنا وكابتن عمر الحديدي طبعا نوارنا في السادسة النهاردة كاننا عاديين في التالتة شمال يعني إحنا عاديين دوقتي في المدرجات هتلاعي براءة الستوديو وعاديين في التالتة شمال بتندرد شوية مع بعض الكلام على الخطة والتشكيل عشان اللي جاي مش كلام على اللي فات بس الأول قبل ما ادخل في الخطة والتشكيل كابتن عمر وإحنا في الفصل بيقول لي طبعا كل يعني كل لعيبة الأهلي المصابين نتمنى لهم طبعا ألف سلامة ويرجعوا وأعتقد أنهم هيبقوا قوة ضربة بس كابتن عمر قال أو اختارت حديدا وليد سليمان أنه لما يرجع حاجات كتير جدا هتتزبط في فرقة الأهلي نعرف بقى ليه من كابتن عمر حديدي ليه شايف أنه وليد طبعا وليد إضافة كبيرة يعني يدوره وكان مع الفرقة في طول مشواره الحقيقة مش بس السنين الأخيرة كان إضافة كبيرة جدا وكان واحد من أكتر اللعيبة المؤثرة الحقيقة لكن ليه شايف أنه رجع وليد بالذات يزبط شكل الأهلي أقول لك على حاجة وليد أو الحاوي الفترة قبل إصابته كان بينزل يحل الغاز ويحل السيناريوهات لمستر المسلمان تمام بالتهديف جون واثنين وثلاثة جات الإصابة غيرت مفهوم المدير الفني أن الراجل ده حل أنا باعتمد على أنه حل وبيحل لي بأسرع ما يمكن وبأسأل الطرق في الفترة دي وليد رجع هتلاقي حسين وقفش كويسين قوي احنا كنا نتكلم في الفصل في نقطة مهمة جدا أجاي كافئ اتنين مدربين فيلر ساعة ملايبة في مبارة الزمالك واحرز الأهداف ومبارة الطلاقع بسم الله من شاء الله ده راجل مش مصاب ده جاي من بعيد ده جاي من بعيد قوي يعني الإصابة طاعته كانت فترة طويلة لا الاستلام والتسلم والتحرك والروح اللي عنده اللي طبعت عليها اسم النادي الأهلي علي حتى في الهدف شوف انقضاده على الكرة كان شكله عامل ازاي حقيقة روح بس هي دي روح النادي الأهلي انطبعت عليها روح المكسب واحد عايز يكسب ويموت بموت نفسه في الملعب منه عامل تسعين دقيقة يعني أكتر من رائعة أنا هقول حاجة بسيطة لكل واحد موجود جوه البصات اللي أقدر لنادي الأهلي الموضوع سهل جدا مش صعب الفرجة من بره انت بتشوف حاجة وما بتلعب تقولي ياه ده أنا كنت المفروض ده عامل لأ اتعب نفسك شوية اتعب نفسك شوية شوية لنادي الأهلي نادي الأهلي اللي عملك اسمك نادي الأهلي اللي توجك في أقرب المسافات في مدة زمنية بسيطة إذا كانت مدربين أو لعيبة النادي الأهلي باسمه كيانه بدلة يعني سعرها غالي قوي فاللي يلعب جواها أو اللي يعرف تمنها ويشتريها لازم يكون قدها احنا بنقول من حبنا لنادي الأهلي للعيبة اللي موجودة عظيم هتوجه رسائل للعيبة الأهلي أو هتختار من لعيبة الأهلي بس بس خليد ده في آخر كلامنا بطالي فيه لعيبة محتاجة منك رسائل مهمة جدا خليني أجي لطريقة اللعب الأول تختار بين ثلاث حاجات كرة الأهلي وبين قصين كده هجومية متوازنة دفاعية مع موسيماني شايف كرة الأهلي تميل أكتر أنه كرة هجومية ولا طريقة موسيماني وفكره في الملعب فيه توازن بين الدفاع والهجوم ولا أكتر بيميل ناحية التأمين الدفاعي عمري ما هشتغل الفترة اللي أنا بماسك فيها النادي الأهلي بطرق مختلفة لما يكون عندي فكر موجود يحللي اللي أنا بيدور في دماغي بمعنى النادي الأهلي بيلعب أربعة تلاتة تلاتة أربعة اتنين تلاتة واحد ده العرف أو ده اللي سيد على ساحة الرياضة في العالم الأربعة اللي وراء في استقرار وفي هدوء في توازن وفي خبرات موجودة عند العيبة انطبعت على العيبة تانية أنا قلتها قبل كده بدر بنون بيطبع على خطة دهر النادي الأهلي فكر جديد بأسلوب بسببت انفعالي بأداء براجل راسي راجل بيعمل اللي هو عايزه بهدوء وبيبقى بيبدأ هجمة بأسلوب منظم الشناوي حدث بلا حرج بسم الله ما شاء الله الراجل عارف هو عايز ايه وبيشتغل على نفسه للمزيد مش بيوصل لدي وانتهينا على كده ويولك تابل كده للمزيد أنا كمان عندي ده بشهدت الناس اللي شغالها معاه ما نقدرش نضيع حق المدير الفني اللي معاه مستر مش اللي ينكر للأداء اللي شوفنا فيه الشناوي حقيقة ده علي معلول كلنا حاسين هو فينا علي ما بنقدرش نستغنى معلول يكون موجود لازم برضو محمود يكون في الصورة محمود وحيد عشان احنا محتاجين واحد واثنين وثلاثة في المكان ده بس محمود على الحجم اللي خده مقارة انت عافي انه اللعيب ملعب يعني التبرنات دي قصة وشيء لا ما بتزويدش حاجة وإمكانياتك الفنية والبدنية والمهارية شيء والملعب حساسية المطشاط والمنافسات بس هو أدى بس هو أدى في حدود بنسبة للفترة الطويلة اللي هو بعيد فيه حقيقا ما نصدمش محمود وحيد في نفس الوقت اما بتحتاجه تاني بتطرف أيمن أشرف وبتلعب حد مساك عشان أيمن يشتغل في الجبهة دي يعني محمد هاني نفس الكلام أحمد رمضان انت عندك حلول كتيرة طيب بمناسبة الكلام على الأسماء والمراكز خلينا اسألك الأول على طريقة اللعب الأهل يوحاكي ممكن قلتم شوية في المطشاط اللي ميسر المسلماني بيحب يقفل ملعب شوية يحب يأمن دفاعاته شوية بيلجأ لطريقة 4-3-3 سؤال الجمهور بيقول لحضرتك أنه في أغلب المطشاط اللي عامنا 4-3-3 ما كانش فيه لاستحواز وما كانش فيه غالبا الأهداف اللي المطلوبة تتحقق يعني ما كانش مطلوب مثلا أنك تعب 4-3-3 عشان تكسب مباراة وكسبت ما حصلتش أنك لعبت بالطريقة دي واستحوزت على رص الملعب وما حصلتش أنك لعبت بالطريقة دي وكسبت المباراة ده القاعدة مش الاستثنائية ده القاعدة اللي احنا شايفينه أو ده نبض الجماهير اللي بتسأل احنا عايزين استفسار يعني تفسير لده وفيه كتير من جماهير وعليك الأهل مش بتاع 4-3-3 الأهل بتاع هجوم 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 يعني ممكن لما ألعب مع باير ميونيخ أو باير ميروس أروح للناحية دي فيه فوارئة في الإمكانيات لكن الأهل بيلعب مع أي حدا تاني حتى جوه قارة أفريقيا مطلوب منه يعني أنا بكلمك بلسان حالي الجمهور بص يا أبا حمود الناد الأهل في الوقت اللي هو بيلعب بثلاثة أنت مدي مهام ومدي تكليف مين يقف ومين يزيد لا الثلاثة بيزيدوا والثلاثة بيقفوا الناد الأهل مع عمره ما كان كده أي لازم في مهام شخص بيفسد هجمات قبل ما توصل الكرة بخط الضبط دي مهمة قوي يعني أنا مثلا لعبت الشناوي علي بدر أشرف هاني لازم بيقى فيه اتنين سابتين آخرهم القوس اللي في نص ملعبي والقوس اللي في نص ملعب الخصم حمدي وعمر السلاح باكس توباكس الدايرة دي والدايرة دي مفيش مطشط هليش أقف الحتة بتاعت الدايرة دي مفيش مطشط ممكن تفكر تلعب بواحد قدامه ثلاثة يعني مهمش كل الفرق محتاجة اتنين ديفندرات اشتغلت عليها دي شغلة مستمسي انا بقل انا بقلها كابتال عمر حديدي كويس اشتغلت عليها دي لازم تبقى عندي واحسن واحد ينفذها حمدي دي أنجل بيزيد كويس قوي واحنا شفناه بقوته بسرعاته بسم الله ما شاء الله من مطش الوداد ماشي وعمر في الزيادات وفي الكار السابتة هاي حمدي عنده دي يمكن مستمسي ماني قللها في حمدي شوية حمدي في بداياته بيجيب الجوال كويس جدا لازم أن ملعب هنقول مثلا في وقت هلعب بواحد من الثلاثة الطائرات اللي قدامه هون هلعب اربعة واحد ثلاثة اثنين الثلاثة دول النادي الاهلي بيلجأ الاثنين وثلاثة عشان في ناس اولا ما بنفقد الكورة ما بيقوش موجودين اه تقصد ما بيقوموش بواجبات دفاعية الحتة الدفاعية عندهم مش على اعلى مستوى تمام أفشا ممكن تبقى في محاولة بس المهام اللي أنا شفتها وكنت معجب جدا بمستر المسلماني انه بيفكر فيها ماتشل باير كل اللعيبها تحت الكورة كل اللعيبها تحت الكورة احنا تعلمنا كده طول ما أنا تحت الكورة ما فيش خطرة علي ما فقدش تلاثة اربعة لعيبها فوق وبعد انا اقول نصف الملعب فيه اي لا طول ما أنا تحت الكورة الموضوع بالنسبة لي سهل لازم ألعب بثنين فرودة لازم أحس ان جوه الصندوق النادي الاهلي عنده خطورة اكتر من مية عشرين في المائة هلعب بقى بواليا مروان هلعب شريف محسن مروان لازم يبقى عندي الحلول اللي تنقلني ايوة النادي الاهلي وهو عنده اتنين ديفندر كويسين ديفندرين كويسين شغالين يبقى لازم يكون عندي طرفين هايلين او لما نقل كورة من الدفاع للهجوم يبقى عندي ايجابية جوه الصندوق بربع العيبة هنقول مثلا حسين طاهر طيب احنا عايزين برضو قفشة العقل العيب لقم عشر اللي بيعمر في أم باص عامل السروب باص مما كانه يودي الهداف مغيرش كم مرة واحدة فعز ما انا شريف كان كويس قوي قعد عشان اشوف بولي اخباره ايه في الوقت اللي شريف هياخد لسه بعيد عن المستوى بتاع التهديف اللي يبقى جوه الصندوق يجيب لي جونه اتنين وثلاثة اللي هو كان متعود عليه الحتة بتاعت النادي الاهلي اللي مدايق الناس هي الحتة التهديفية يا سيد احمد مش مش طريق لعب النادي الاهلي عايز يفنش الجزء التحتاني انا بنقل وبحضر كويس قوي باخد من نص الملعب وبستحوز وبنقل جانبي او طولي كويس قوي عايز افنش بقى الحتة الاخيرة اللي هتريح الناس انت اللي بيريحك يا كرة سبتة يا ضرب الجزاء يا اسم النادي الاهلي لا اسم النادي الاهلي اللي هو بقى ايه بيفرض سيطرته في العشر داية الاخيرة ايه تب ليه يا جماعة مش من اول دي ما هو دا اللي احنا قلناه اه انا عايز اضغط يبقى هي دي مهام ان انا بضغط من فوق مهما كانت الفرقة بتلعب قدامي ايه عشان ابتدي بالروح دي بالجرينتة دي بالتصميم والارادة بتوع اخر عشر داية دول انا بتهيالي انه اسهل لعيب لسه نازل ملعب انه يطلع اقصى ما عنده بدل ما يستنى ثمانين دقيقة بيجري وبيتحرك وبيبزي المجهود واجه اطلب منه في اخر عشر داية افتح الرابع ومش كل مرة هتبقى معايا مظبوطة اه يعني ماتش ماتش التلاقع حاصل ان احنا دغطت عشر داية بتجوان ماتش المقاولين دغطت عشان اقل صحيح ماتش مقاولين كنت متأخر اثنين اه كنت اخر اثنين وكان ماتش وقلنا الموضوع خلص وماتش كان صعب وعندهم لعيبة تقدر تحل لغز ان الاهلي خلاص لعب في نص ملعب اثنين وعشرين لعب دغطت لغطا ما وصلت اللي انا عايزه جت ثلاث جوان وخلاص الماتش طب انا هفضل طول عمري كده هفضل طول عمري حاطت نفسي في الضغط دوت طيب عشان اترجم دا بقى على اللي جاي يعني اول ماتش عندي فيتا كلاب والماتش دا صعب شويتين لانه الحسابات اطلخبطت يعني فيتا كلاب جاي لعب الاهلي وهو خسران هو كسبان مريخ فالحد ما جدد اماله انت عشت وخسران من سيمب حالته المعنوية بس برضو خسران من سيمب على ارضه فجاي الماتش دا بالنسباله ما قبلش الاسم على اثنين فوز الاهلي يقرب الاهلي وسيمب كتير جدا ويبعد فيتا كلاب فجاي وفيتا كلاب في نفس الوقت فرقة محترمة يعني اللي شاف ماتش فيتا كلاب واسيمب واللي شاف فيتا كلاب والمريخ يقول انه الفرقة دي فرقة محترمة جدا نتيجة سيمب وفيتا كلاب نتيجة خداع انا بشوفها نتيجة لا تعبر عن قوة الفرقتين وسيمب النهاردة عنده طموح انه يتصدر المجموعة فبالتالي الماتش اللي جاي دا الى حد من حساباته مش سهلة شايفه ازاي وشايف ايه انسى الطريقة مسر موسيماني يلملم اورا وكده ويستعد كل اللي حضرتك قلته السحمد هايل يحترم بس انا الناد الاهلي يقوله زم يقوله ان شاء الله يبقى جايب كل نجومه انا لعبت يا جماعة مع نجوم العالم محسيتش ان هم موجودين وجارية المباراة معاهم انا الناد الاهلي تلت عالم وبطل افريقيا وكل حاجة حلوة هتتقال اي بس المباراة مش سهلة خلاص يبقى في حسابات ان اللعبة دي موجودة وفقط اللبس عارفين هم نازلين يعملوا انا بعتبرها حرب بالنسبالي انا عايز انا اللي عجبها وانا رقم واحد انزل ننهي المباراة من اول دقيقة تشكيل امثل من وجهة نظري علي معلول لو سليم احتمالي يعني النهاردة كلمنا دكتور احمد ابو عبلا يعني على الهوى تواصلنا مع دكتور احمد ابو عبلا وقالنا انه احتمالات عالي في مطش فيتا 50-50 في محاولات لتجهيزه وفي احتمال انه يلحق المباراة وفي احتمال برضو انه يكون موجود ان شاء الله بعد فيه تاكلاب كويس هنعتبر ان علي موجود باذن الله لو علي جاهز بتهالي هتبقى مغمرة كمان يعني لو مستر موسيماني اخاف اجازت طبعا الاصابة تطول اكتر من كده هنقول محمود وحيد تمام ولا ايمن انت في الحتة اللي في القلب انه عايز استقرار مش عايز اه عايز ايمن يلعب مع بدر خلاص هقول لك على حاجة ممكن نلعب عودت بدر مع ايمن ياسر ابراهيم وهتلاعب محمد هاني ومحمود وحيد كويس والله جدا اه يا جماعة لما بنتجي نتكلم بنتكلم عن طريقة لعب محمود ادى المطلوب منه والزيادة شوية في الفترة دي كلها حقيقي في المباراتين اللي لعبهم والجمهور راضي عن الاداء اللي قدمه محمود وحيد يعني خلاص احنا زي ما احنا هنقول الاستقرار في خط الظهر الشناوي وبدر وايمن ومحمود وهاني اتنين ديفندر مفيش غيرهم اتنين مفيش غيرهم غريبة شوية يعني انا هعمل حاجة غريبة شوية ديانج وحمدي ديانج وحمدي وتقعد السلية لا انا ما جبتش لسه ما قلتش اه تمام هتلعب اتنين ديفندرات ديانج وحمدي وهلعب قدامهم واحد قدامه اتنين هقول له عمر يزيد زي ما انت عايز اه تدي عمر حرية شوية اعمل اللي انت عايزه وهيبقى قدامه طاهر وافشة وبوالي ليه طاهر ينقلني من الحتة بتاعت الدفاع للهجوم في كرة فيها سبرينت عمر هيزيد هيبقى مكمل لا سواني كده انا تحت منك كابتن عمر خلينا نرجع ديانج وحمدي ديفندرين سابتين اه قدامهم واحد اللي هو السلية كويس تمام المفروض قدامك يبقى كام واحد تلاتة كويس اوي افشة وطاهر هتلعب افشة قدام اه همش قدام اتلعبوا انا بخليه تحت تحت الكورة لو انت هتقولها بشكل ساعة الهجوم هقولك ديانج وحمدي عمر السلية على اليمين افشة ايوا على الشمال طاهر راس مسلس من فوق والتا والية ده تشكيل امثل من وجهة نظري هدافع هضم اجنحة النادي الاهلي بس انا افكر كذا مطش افشة يمكن كان قام مستر فيلر اكتر مستر فيلر حطه في الحتة دي ما كانش هو افشة اللي احنا لا خلاص بقى هو خد واتطبع باطباع النادي الاهلي وعرف هو عايز ايه لو انت هتنقل لا احنا بتكلم على مردود افشة يعني اصد اقول انت تعرف يعني فيه لعيبة فيه لعيبة لما تغير مكانها في الملعب ما بتاخدش منها نفس المردود بتاع مكانها الاصلي يعني يعني لو جبت راس هربة صريحة لعيبة جناح ممكن ما تاخدش منه الماء في الماء اللي بتاخدها منه جوه السندوق افشة مردوده كجناح هو نفس مردوده كرقم عشر انا مش بديله ما بديله وانجرايت او انسايد رايت وفيه سترايكر سابت وفيه انسايد ليفت هيبقى طاهر لا هتحسبها بالرسمة على الصبورة يبقى كالقاتي تمام حمدي وديانج قدامه تلاتة تمام عمر وقفشة وطاهر عمر وقفشة وطاهر والتر فروت طب السؤال هنا اللي بيسألوا كل الناس اللي عابت فرج علينا كويس هجيه بعد ما كسر الدنيا في ماتش الطلايع اععدوا في ماتش فيتا لا انا اسف عشان انا شوف شوف انا هو ايه متابع هقول لك بقى لي كتير ما شفتوش فما شفتوش هللا في ماتش الطلايع وفي ماتش ضربة الجزاء بتاعة بالمرس باس خلاص سيبقى هو مكان طاهر ايه والمرسكين كويس برضى كبير ما نقول لك هيبقى هو مكان طاهر هو مكان طاهر يبقى انت بتتكلم في تلاتة اجاي وعمر وقفشة وقدمهم بولية كده عندك حلول عندك حلول بقى وليد وعندك حلول طاهر وعندك حلول حسين وليد لسه بيعيد عتقد وليد مش هيبقى لو صلاح موجود ايه لو صلاح محسن موجود صلاح مصاب برضو طاهر محمد سليف طبعا محمد شيرف اربعة عندك اربعة حلول وكابتن مروان محسن طبعا ومروان خمسة خلاص هم الغيارات اللي انت عارفهم هتدي حرية لأجاي شمال ناحية اليمين أفشة شمال ناحية اليمين عمر هو همزة الوصل ما بين الاتنين عمر في الحتة الدفاعية اللي لامم تحت أفشة وتحت أجايي وتحت والتر والتر بولي في الحتة دي ساعة الهجوم هو الرابع التلاتة اللي جايين من تحت الرابع اللي هو بوليا يعني السترايكر وتحته التلاتة اللي جايين ساعة الهجوم ساعة الدفاع أنا اللي برو بتاع الناس دي بأمن إن كرة توصل لحمدي وديانج مش موجودة أما انت ما بتيجي تلعب التلاتة جنب بعض التلاتة كل واحد يوم واخي جنب ساعة ما بتيجي تهاجم بتلاقي التلاتة فوق وأكثر واحد يمكن هتلاقيه ملتزم في الحتة دي هتلاقيه حمدي ما انت بتفقد بقى الحتة اللي انت بتتكلم فيها في تلاتة فندر تلاتة فندر مش موجودين ههم عشان فيه زيادات باستمرار اللي هيجي لعب بين الاهلي هيعمل جس نبض وقيس الملعب في أول ثلث كده ويتفرغ عن الاهلي بين الكرة شكلها ازاي اي انا مش هدي مساحل ده انا هدغط من فوق انا بلعب في سيد القهيرة يبقى هدغط من فوق يبقى لازم الناس دي ما تنقلش ما تاخدش مساحات الناس دي جاي تكسب الناس دي وجهة نظرها جاي تكسب اه اه وانا بفرض سيطارتي بأدائي باسم النادي الاهلي تعتقد انه لو قسمنا المباراة مراحل او كذا سيناريو الاهلي يلعب لعبه يلعب كرته يدور على مكسب مع بداية المباراة ولا تتوقع انه سينفر من الاهلي اخط من اول دقيقة ايا كان ايا كان الفرقة دي مين لو جبت باير ميون في نفسها انا عارف امكانت النادي الاهلي كانوا بيقولوننا كده اي خواجد كان موجود كان بيقولك انت نادي الاهلي بتلعب في ارضك انت يعني سيد الموقف هتدي مساحة انه هو طول ما بونت عندي وبونت عندي والاداء السجال ما بين طرفين خلاص طول ما الوقت بيعدي هو الكسبان اللي يبقى الكبار في المطشط المهمة يعني طبعا الجهاز هو المسؤول رقم واحد عن الخطة وعن التشكيل وعن طريقة اللعب وكل حاجة لكن اللعيب الكبار في المطشط المهمة كابتن عمر وانت اكيد طبعا عدت بمواقف زيدي كتير وانت مع النادي الاهلي ايه بيكون دورها زي تكلم مع اللعيبة الجديدة زي بتخد بالك انه انت معظم فرقة نادي الاهلي نهاردة فرقة صغيرة جدا يعني شباب صغير طبعا فهنا دور الكبات الكبار وبالزيات اللي بقى لهم سنين طويلة جدا مع نادي الاهلي ليهم دور يعني انت هتلاقي دي في الشناوي وهتلاقي دي في عمر السليا وليد سليمان هتلاقي في وليد سليمان يعني انا بتكلم اللي في الملعب هتلاقي في علي معلول الخبرات جونيور برضو بس برضو اللعيب المصري بيبقى ليه تأثير مختلف وهو بيتكلم احنا ايامنا كان نكابشو بيد كابتن اسامة الكبار كلهم كانوا هم اللي بيتكلموا كابتن رمضان كابتن عيمن شوقي كابتن حسام وكابتن ابراهيم كل واحد فيهم محمل طريقة لعب والتزام وانت بتاخد تقول للأصغر منك يعني كنا بناخد بك يبقى كابتن عمر أنور وكابتن عادل عبر رحمن انت لها وصلت لياسر ريان ليا ليوسف لابد ذهب لكمونة لها نزلت اللي بعدها ابراهيم سعيد شرف كل واحد فينا بيوصل بقربه لللاعب بطريقته بس السيادة للموقف كان الكابتن عبدالصاد وكابتن شبير هم بيجمعونا ويقولوا لنا احنا هنعمل ايه فيه فرق باني انا بشتغل على صبورة بفكر مدرب وانا بنزل انا مش الالية بتاعتي في الابداع والتطوير اللي انا هعمله مهما هيتشرح لي انا وجهة نظري في الملعب لها شخصيتي بحاجة تانية الناد الاهلي في الوقت ده انا بقول لحدك ويفتكر هتلاقي الناد الاهلي بيضغط واتلاقي هدفه اتنين مش هسيب الشيط الاولاني يعدي وبعدين اقعد اجري ورا نفسي وادور على الوقت بيجري بيا الـ 45 دقيقة التانية والوقت بيعدي وهضغط اوي اخر 5 دقيقة ليه ده كل مين تقوله جماهير الناد الاهلي مستنين منك اكتر افشا وحسين الشحات افشا وحسين الشحات هتمنى ان شاء الله بإذن الله انا بتهالي يعني احنا لما بنيجي نتكلم على عابة الاهلي سؤالي من ناحية الامكانيات والمهارات والقدرات ما فيش شك ان كلهم لعيبة كبار نتمنى انه انه مرضود ده في ملعبة كابتن عمري اقولها من خلال حضرتك عايز افهمها حسين ساعة ما الناس كلها ضغطت عليه ابهر الناس في مباراة الوداد بجون عالمي كلنا قلنا حسين الشحاتة ايه الـ 150 مليون زي ما الناس بتوها تحكي تمنوا فيه فعز ما الناس كانت بتتكلم على حسين قبل ما يسافر حسين باهر الناس وما تشد حين هو ده ليه اقل من ده افشا انت قلبت موازين الكرة كنت اللعب المفكر والمبدع في مباراة المقاولين مش عايزين اقل من ده صحيح طاهر انت بتنزل عشان تنقل الناد الاهلي في الحتة من الدفاع للهجوم عشان انقل في الحتة الهجومية واعمل منها جور والاسماء اللي انت بتقولها كلها كابتن عمر اسماء وانجوم بالدليل وبالمواقف وبالتجربة اسماء كبيرة جدا وامكانات كبيرة جدا الاهم انه هما يحفظوا على ده ويقدروا انه ربنا ادهم موهبة كبيرة جدا وادهم هدية ميزهم عن ناس كتيرة ووصلتهم انه هما يكونوا في واحد من اهم الاندية في مصر وفي افريقيا في الوطن العربي الاهم كمان من ده انه في جماهير واقفة مستنية منكم كتير كل التوفيق طبعا ورجالة الاهلي ان شاء الله بازن الله يعني مش هقول عنق زجاجة لانه لسه المشوار بدري والاهلي عودنا انه احنا لاخر لحظة والاخر الثانية لكن ان شاء الله نرتاح بدري بدري وان شاء الله مباراة على ملعبنا تلاتة نقط يكونوا مضمونين لنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا كابتر نورت وشرفتك العادة شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم مع المتابعة تحياتي لكم هنقابلكم بكرة في نفس المعاد السادسة